اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم اجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اهلا بكم اعزائنا المشاهدين المتابعين معانا على القناة وكمان اهلا بكم اعزائنا المشاهدين اللي لسه بيشوفوا القناة لاول مرة وبنقول للجميع اهلا وسهلا بكم معانا على القناة واسعد الله منامكم ان شاء الله النهاردة هتكلم عن تفسير رؤية جديدة من الرؤى في المنام وهيكون معانا اللقاء ده النهاردة تفسير رؤية السقوط او الوقوع في البحر وطبعا كل الناس اكيد بتخاف لما بتشوف الرؤية دي لكن اقدر اقول لكم ان الرؤية بنسبة كبيرة جدا جدا من الرؤى المحمودة ولكن طبعا بحالات معينة واهمها ان الرأي لا يرى نفسه في الرؤية بيتأزى من هذا السقوط او بيتضرر منه ايا كان نوعية الازى او الضرر ونبدأ مع بعض ونشوف اول رؤية في المنام وهي ان اي حد شاف رؤية في المنام بصفة عامة انه بيسقط في البحر او بيقع وكان السقوط من مكان مرتفع فديه دلالة للرأي على شدة القلق اللي هو فيه بسبب الهموم والمشاكل اللي محوطاه في الدنيا وغرقان فيها ولكن لا ننسى ان البحر مصدر خير ورزق وبالتالي فالرؤية دلالة برضو للرأي انه سينتقل من هذه الهموم والمشاكل اللي هو غرقان فيها على الحقيقة الى الرزق والخير والبرقة اللي بسببها هينسى الهموم دي كلها علشان هتزول ان شاء الله والله سبحانه وتعالى ادرى واعلم واسعد الله دائما منامكم ونقول كمان ان رؤية السقوط في البحر في المنام دلالة للرأي ان هناك فرص سعيدة جاياله في الطريق والفرص دي هتجيب وراها اموال كتيرة هتغير مصار حياته وهيحقق كتير من امنياته وطموحاته وبرضو اللي يشوف رؤية في المنام انه سقط في البحر او كان البحر عميد جدا بس اهم حاجة ان الرأي ما ينزلش للأعماق تحت ولا يحصل ليه اي ازية فلا قلق من الرؤية دي بل العكس فهي بتدل على زيادة والزيادة الخير والرزق اللي هيجو للرأي في الواقع وكمان على كتر النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى هينعم بيها على الرأي في حياته الواقعية والله سبحانه وتعالى ادره واعلم واسعد الله دائما منامكم ونقول كمان ان اي حد يشوف رؤية في المنام انه سقط في البحر فديه دلالة ليه واشارة ليه انه لازم يواجه المشاكل اللي هو فيها ولا يتركها حتى تكبر المشاكل وما يقدرش يسيطر عليها بعد كده ورؤية برضه السقوط في البحر للتاجر او رجل الاعمال في المنام فديه دلالة للرأي على انه سوف يدخل في مشاريع كتير في الفترة القانمة وهتكون المشاريع دي مربحة ومثمرة للرأي وهتعود عليه نتائج جيدة ورزق كبير وكمان اللي يشوف رؤية في المنام انه مبسوط وسعيد وهو بيقع في البحر فديه دلالة للرأي ان المنافع اللي هينتفع بيها الفترة القادمة والرزق اللي جايله هيجعله يعيش في رفاهية وراحة واستجمام ولا يحمل للدنيا هم بس لازم نقول له لازم تشيل هم للاخرة وتعملها حساب والله سبحانه وتعالى قدره واعلم واسعد الله دائما منامكم ونقول كمان اللي يشوف رؤية في المنام انه بيقع في البحر وهو سعيد وعند سقوطه في البحر شاف ان مياه البحر اثر سقوطه رشت مية على الناس كتيرة اللي حواليه في الرؤية فديه دلالة للرأي ان النعم والارزاق لربنا سبحانه وتعالى هينعم بيها عليه ستعم ايضا على من حوله في الحقيقة او في الواقع وانه سيخرج منها الصدقات او هيساعد بيها الناس اللي حواليه في الواقع والله سبحانه وتعالى ادره واعلم واسعد الله منامكم واشكركم وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته